أفغانستان سبتمبر عمليات إجرامية أم لا أنا أعلنت عن موقفي في أماكن مناسبة أعلن عنه عندنا بالنسبة لنا أمريكا حليف استراتيجي صارخ ظالم في حق شعبنا في فلسطين في حق القضية الفلسطينية يساعد الإسرائيليين الأمريكان يريدون الآن يحاولون أن يحتلوا أرضنا هل المقدمات المنطقية جاوبني على سؤالي تعتبرها إجرامية أو لا العملية بالضبط أنا أعتبرها إجرامية ضرب مبنى التجارة العالمي ضرب مبنى التجارة العالمي ضرب البنتاجون ضرب البنتاجون لا أدري هذا ربما متوقف فيها لأن البنتاجون قلعة للاحتلال أرض الإسلام بغض النظر على كل حالة العملية برمتها لأني لست أدري من كان وراء العملية في الأصل لكني أنا أحكم على فعل ولا يهمني هنا الفاعل لا زلت تعتبر ما تعرف من وراء العملية؟ لا هو بالنسبة للعملية التنفيذ أنا لا أشك في أن التنفيذ نعم 19 الذين أعلن عنهم أسامة قد يكونوا هم الذين نفذوا قد لازلت تقول قد لكن قضية التخطيط ومن الذي وفر وحيى الظروف لست أدري لست متأكد لحد الآن أن هناك آياد خفية وهنا هناك سيناريو ربما يتكشف إن شاء الله في المستقبل لكن يعني ما يكفي أسامة بن لادن لا لا ما يكفي ما يكفي ما يكفون هذوله؟ لا يكفي أنا لا أعتقد حسب المعطيات اللي عندي يعني مين ممكن ينفذ العملية غير هذوله؟ والله لا نريد أن نضيع هذه الحلقة لأنها قد يكون أعداء يعني جهات كثيرة وبالتالي يضيع حديثنا في لكن إذن أنت تعتبر العملية إجراما ومع ذلك تعتبر أمريكا حليفا لإسرائيل وتؤدي ظلمان في فلسطين أمريكا أعلنت السلطة لا أقصد المجتمع الأمريكي لا أقصد الثقافة الأمريكية والحذرة الأمريكية أقصد القيادة السياسية الأمريكية وعلى رأسها المحافظون للجدد هؤلاء أعلنوا حربهم على المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية وبالتالي لا يمكن لهذه الأمة أن تستسلم كثير ما نسمع أحيانا الآن في العراق الناس يقولون يجاهدون يردد بعض الناس بعض البغبغات أن مقاتلين الأجانب مقاتلين الأجانب من يقصدون بالأجانب؟ ماذا يفعل الأمريكي من نورث كارولاينا أو من واشنطن دي سي ماذا يفعل الآن في العراق؟ أهله العراقي إذا كنا نتكلم عن الأجانب هذا أجنبي ماذا يفعل الجندي البريطاني في العراق؟ بس داخل ضمن جيش نظامي داخل من أعطاه هذه الشرعية أن يدخل هناك؟ ليس هذه الشرعية بس أنه في نهاية ضمن الترجيش ما تسلل فإذن عندما نتكلم عن الأجانب نتكلم عن الأجانب برمتها يجب أن يخرج الأجانب إذا كنا نسمحنا للأجنبي الإيراني وسمحنا للأجنبي الأمريكي وسمحنا للأجنبي البريطاني طيب من باب الأولى الأجنبي السعودي والأجنبي العراقي بالأكس. هو أقرب إلى العراقي. لا. بالنسبة للأردني والسعودي. فهو أقرب دينا. وأقرب لغة. وأقرب عروبة. أنا أعيد. أي شبر من أرض الإسلام يتعرض إلى الاحتلال. واجب فرض عين. أنا الفتوى التي ورثتها من عبدالله عزام. بأن الجهات في أفغانستان فرض عين ضد الروس. أنا لا أرى أن الجهات في العراق الآن أيضا ليس فرض عين. هو فرض عين. الفتوى هي نفسها. لكن هنا يجب أن نعلن ونفرق بين الجهات. أن تضع نفسك تحت خدمة القيادة العراقية. تحت خدمة أهل هيئة العلماء. لا. هيئة العلماء. أنا أعترف رسميا بهيئة العلماء. بين أن تضع نفسك تحت قيادتهم. وتقول نحن جئنا نبتغي رضا الله. وتحرير العراق. فدلونا وسيرونا. وبين أن تذهب هناك. وتجعل نفسك أنت طرف مستقل. تقاتل. تقتل الناس. تذبح الناس. كما يفعل الآن ما يسمى بالزرقاوي. وما يسمى غيره من المقاتلين. فهذا فتنة في داخل العراق. يجب أن تسلموا أنفسكم. في تقديرك أن الفارق بين الذي يجعل الموضوع مشروعا في العراق. هو أن لا تقتل مدنيين أو أن تقتل مدنيين. لكن غير ذلك سوى اللي تبي. تستطيع أن تجاهد. لماذا لم يذهب عبدالله آنس ليجاهد في العراق. امتدادا لجهاده في أفغانستان. أنا لا أخفيك. ولا أذيع سر. أنا أحس كل لحظة أن الجهاد في العراق وأرض العراق تحت الاحتلال. وأنني لست هناك. أحس إما أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقني للذهاب إلى هناك. أو أنا أحس بحصرة في صدري وفي قلبي. أني لا أكون جزءا ممن يدافعون عن أرض الإسلام في العراق. أو في أي مدى. أن هناك راية تجمع هؤلاء يجب أن يقاتلوا. لكن دعني أقول. أنا كثير من بعض الناس قالوا ليس من المصلحة أن يكون الإنسان هناك في العراق الآن. وربما أنت الآن وجهك سياسي وإعلامي. وإذا ذهبت هناك ربما قد يكون التفسير مغرض لبعض الناس يتخذون هذا التفسير وجهات كذا. يعني أنا فكرت في الأمر. لكن يجب أن نعلن أن الجهة الراية التي تجاهد الآن في العراق المقاومة الشريفة التي تحرر تدافع في العراق من أجل تحرير أرضها. يجب أن ينظم إليها كل إنسان. بالكلمة. بالمال. بالقلم. بالرصاص. بالفتوى. بكل شيء. يجب أن تشحذ كل الهمم للدفاع عن أرض العراق. لكن يجب أن نفصل بين هذا وبين أجندة القاعدة. بين أجندة التكفير. هناك أجندة غير أجندة مقاومة الاحتلال. صعب أن نفرق بين القاعدة. لأن القاعدة هي لشيلة لواء التحرير هناك. لا لا. ليس صحيح. أنا لا أريد أن أنساق ورى الفضائيات التي تريد أن تروج لهذا. أنا أتكلم عن الأرقام في داخل العراق. هناك شعب عراقي يريد أن يحرر أرضه موجود في داخل العراق. على اختلاف مشاربه وعلى اختلاف هوياته. المقاومة موجودة في داخل العراق. ولو افترضنا أن الزرقاوي قتل اليوم أو قتل غدا أو غادر العراق. لن تنتهي المقاومة. وإنما الأمر كان الآن في ورطة. هذا يدل أنك تقرر أن الزرقاوي يقود المقاومة. ليس يقود المقاومة. جزء من المقاومة. أنا هنا لا أخفي سرا. إذا قلت أن الأمريكان تورطوا في العراق. جاءوا كمحتلين. دخلوا إلى العراق. قالوا لأنه صدام عنده أسلحة الدمار الشامل. صدام عنده اتصار بالقاعدة. بعد ذلك دخلوا إلى العراق. دخلوا إلى العراق كمحتلين. فشيء طبيعي. لو كنت أنا مثلا بدل رامسفيلد أو في محل جورج بوش. لقلت أني لست في العراق لأني محتل. لأنه موجود في العراق. لأني حتى أقاتل الزرقوي لأنه إرهابي. وبالتالي أي إنسان هذه الحجة التي يستعملها رامسفيلد ويستعملها الأمريكان في احتلال العراق. أي إنسان يعلن بيان ويقول نعم نحن هنا القاعدة موجودين. إنما يخدم رامسفيلد ويخدم الإدارة الأمريكية. لأنه تحرف المسيرة عن مسارها كتحرير أرض. مقاومة احتلال إلى إعطاء مبرر للأمريكان. نحن هنا لسنا كمحتلين. نحن هنا لنقاوم القاعدة. وبالتالي على القاعدة أن تخوت هذه الفرصة. رغم أن هذا يخلط الأمور. فيجعل ضابط التفريق بين القاعدة والمقاومة يبدو أنه متضح في ذهنك. ليس متضح في ذهن الآخرين. متضح تماما. وممتضح عن الشعب العراقي. ويعرفه الشعب العراق. ويعرفه القاسي والداني. لكن نحن لا يهمون التهويل الأمريكي والتهويل بعض الفضائيات. قلت يا سيدي الأنظمة الدكتاتورية التي لم تجد في كتابك أنك ألفت الكتاب لأجل تحرير مصطلح الأفغان العرب. من الأنظمة الدكتاتورية التي لم تجد شماعة تعلق عليها أخطائها إلا الأفغان العرب. من تقصد بهذه الأنظمة؟ أقصد النظام المصري. أقصد النظام الجزائري الإنقلابي في 92. أقصد النظام الليبي. أقصد النظام التونسي. هناك أنظمة قمعية دكتاتورية وجدت فيما يسمى بقضية الأفغان العرب. شماعة تعلق عليها إخفاقات التعددية السياسية إخفاقات الرفاه الاقتصادي إخفاقات الحرية الإعلامية وبالتالي ابحثنا على أي حاجة صار كل واحد يبحث في الأرشيف شوف لك إذا فيه خمسة أو عشر أو عشرين راحوا إلى أفغانستان طلعهم حتى نحط أظافرنا في اللعبة الدولية فيما يسمى بالحرب على الإرهاب لكن هذا لا يبرع إلى أفغان العرب من أخطاءه لا يوجد في الجزائر دعني أضرب لك مثال عن الجزائر التي أنا منها الجماعة الإسلامية المسلحة ذلك التنظيم الإجرامي الذي اخترق من قبل المخابرات الجزائرية الذي فعل أفائل في الجزائر لم يكن ولا أمير من أمرائه وطئت أقدمه أرض أفغانستان من جواسمي إلى زوابري إلى زيتوني ولا واحد ذهب إلى أفغانستان فهي معضلة داخلية نشأت داخليا لكن لابد النظام أن يقول لكن يجب أن أنهي المقابلة لأن الوقت قد أزف شكرا لك ستا عبدالله شكرا لكم أنتم أيها الأخوة على متابعة هذه الحلقة من الإضاءات حتى ألقاكم في حلقة جديدة هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر